موسيقى النهاردة كان فيه ورشة عمل ما بين كلية الصيدلة جامعة المستقبل ومستشفى المعلمين وشركة إيفا فارما بتتكلم عن الكوفيد وإزاي نقدر نتغلب عليه مش جيء أول تعاون بيننا الحقيقة وبين يعني بين مستشفى المعلمين إحنا عندنا تعاون في مجال تدريب الطلاب وعندنا تعاون مع كل المؤسسات المجتمعية علشان نبني خدمة صحية أحسن للمريض وعشان نرتقي بالمجتمع المحيط موسيقى النهاردة حضرنا إيفنت علمي جميل جدا كان يوم رائع وحافل محاضرات قيمة وإعداد جيد ده كان بالتعاون ما بين شركة نيوهارت وشركة إيفا للأدوية وجامعة فيوتشر التلات مؤسسات الكبيرة يقول تعاونوا سوا لإخراج هذا اليوم بنجاح تجمع فيه مجموعة من الاستشاريين لعضهم خبرة عالية في مكافحة الكورونا واستخدام الأدوية الحديثة وبروتوكولات الحديثة الخاصة بوزارة الصحة وعرض نتائجهم المبهرة في العلاج لقسم العزل لدينا في مستشفى المعلمين موسيقى كلية الصيدلة بتعتمد على التطوير المستمر في أسليب التعليم عن طريق العديد من التعاونات مع المستشفيات وشركات الأدوية بحيث أن الطالب ياخد الجزء التعليمي العملي بتاعه في المكان اللي المفروض هيشتغل فيه أو هيشتغل في حاجة زي زي المستشفيات وطبعا من أهم الناس اللي احنا عملنا معاهم التعاونات هي مستشفى المعلمين ومستشفى 57 موسيقى 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 موسيقى